في يوم من الأيام من 6 سنين بالظبط كان فيه بنت اسمها ردوة دخلت سنة أولى بكلية تجارة اتعرفت على زمين ليها في نفس الكلية بس كان أكبر منها بتلت سنين وبعد فترة ارتباط فاجئها وقال لها كلمي والدتك وقل لها أني عايزة يجي أتقدم لك أنا خلاص اتأكدت من مشاعري ناحيتك وعايزة أخطبك بس لما ردوة راحت تقول لما مامتها على الخبر ده طايرة من الفرحة اتفجأت بوالدتها بتقول لها استني أم أكمل جوازينا الأول وبعد كده نبقى نشوف موضوع خطبتك مامت ردوة كانت منفاصلة عن باباها قبل ما حتى ردوة تتولد وتولدت لقيت نفسها في بيت أهل مامتها مع جدها وجدتها وأمها اللي رفضت كل عروض الجواز عشان تربي ردو في الوقت اللي باباها كان سايبها ما عارفش عنها أي حاجة بس فجأة مامتها وقعت في حب راجل سمعته مش حلوة معروف عنه أنه هو نصاب حسب حكاية ردوة عارف يغضع مامتها وياخد منها فلوسها خلها كمان تقطع علاقتها بردوة كل سهولة وتجاوز مامت ردوة وخلف منها ولد وبنت ومن وقتها ردوة عيشها مع جدتها وأمها مامتها فقدة إحساس الثقة بكل الناس بقيتش تحب باباها ولا مامتها ولا عارفت عيش حياتها بشكل طبيعي لدرجة نية فكرت كتير في الانتحار وعشان كده منورونا ومشرفانا النهاردة دكتور سارة الشقانقيري استشاري الطب النفسي عشان نشوف هنعمل ايه منورونا يا دكتور مرسي أخبرك ايه سور الحمد لله يراك في قصة النهاردة بس قصة النهاردة دي قصة كبيرة كده شوي هو عمتا أنا لما باجي أتكلم على أي حاجة مش بحب أن أنا أتكلم على قصة محددة بتاعت ناس محددين في البرنامج لأن أنا ببقى عارفة كويس أنه القصة اللي جاية لنا هي جزء من الحقيقة أولا هي جزء من الحقيقة لأنه أكيد رضوة ما حكيتش كل حاجة من ساعة ما تولدت لغاية النهاردة وتاني حاجة لأن هي بتحكي وجهة نظرها هي وعايزة تحللي كل الشخصيات اللي حواليها بالزبط وعايزة يعني في حاجات كتير قوي في تفاصيل كتير جدا مش واضحة في الستوري زي ايه قوليلي بقى لأ حاجات كتير يعني حنحكي بقى فيها واحدة وحدة بس حابين بس نقول في الأول كده أن أنا بتكلم الوقتي على أولا الانتباع اللي جايلي من خلال اللي أنا قريته عن في القصة بتاعت رضوة وتاني حاجة نستخدم ده في أن احنا نتكلم على حاجات أو كونسبت واسعة بقى شوي بليز يلا بينا نتكلم عن مفاهيم أكبر بالزبط كتير طيب دلوقتي القصة بتاعت رضوة أي حد هيقرأ القصة دي هيحس أنه رضوة ضحية وغلبانة وباباها ومامتها جانوا عليها وأن مامتها فجأة تحولت لإنسانة مش كويسة ورمتها ده وجهة نظر البنت وأنا أقدر أصدق جدا أن هي البنت شايفة كده هي شايفة كده هي شايفة كده حلو لكن هي شايفة كده ليه دي حاجة بقى يعني ليها تفاصيل كتير أولا للأسف إحنا أو في مجتمعنا يعني بنعظم قوي من كونسبت أو من أفكار هي في أصلها كونسبت مش صحية أو ما فيهاش صحة نفسية للمجتمع وللأشخاص إن إحنا نأخر جوازة ببنت الكبيرة عشان الصغيرة أو أو ولا إيه لا أحول فكرة أولا فكرة التضحية فكرة إن الواحد عشان يحب حد وعن الأم عشان تبقى أم كويسة تجواز لازم تضحي عمتا مش بس في موضوع الجواز يعني دايما نلاقي إن القصص اللي بتتحكي عن الأم العظيمة لازم تكون أم تبهدلت وعانت وصحتها بازت وما تجوزتش وحياتها تتربقت ليه عشان أصلا هي بتضحي عشركات الولادة وضحي ليه صحيح والأم يعني تضحية للدرجة دي أنسى نفسي الحقيقة بقى إن ده غلط جدا ليه لأنه الإنسان عشان يكون قادر على العطاء مهم إنه هو يكون إنسان صحيح نفسيا مهم إنه هو يكون إنسان كويس يعني الطبيعي إن كل ما كنت أنا سعيد أكتر في حياتي وراضي أكتر في حياتي وعندي علاقات سوية وعندي حاجات بتحسسني بإن أنا مرتاح ومتطمن ومتحقق وكده كل ما كان ده في مصلحة قطوتي اللي حواليكي كلهم على إن أنا أخد بني من أولادي أحسن طبعا مش أوحش لأ وغير كده هتسوعي تسمعي كلام يسمي البدن والله أنا ضحيت بعمري كله أنا قضيت عمري كله وسط الحلل أنا محدش بيشوفني أنا ما بعملش حال غير أنا أعدى بربيكو ليه ليه ما تبستي يا بالزبط بالزبط وده كتير جدا بشوفوا الحقيقة للأبناء اللي أمهاتهم عملوا كده إن هما يجوا في سن بقى لما يكبروا كده وينضجوا وبتاع يكتشفوا إنه طب أنت عملت كده ليه في نفسك وفينا طب أنا زنبي طب يا ريتك كنت روحتي اتجاوزتي من زمان يعني أنا مالي أنا ليه أفضل شايل زنبك بيت حياتي أوكي